موسيقى صعد الله مساءكم بكل خير متابعين في المملكة العربية السعودية نهار اليوم سادة أجواء حارة في عموم المناطق انخفضت تدريجيا درجة الحرارة في المنطقة الشمالية كنتيجة الاقتراب لكتلة هوائية باردة نسبيا من شمال المملكة عبر منطقة بلاد الشام وأيضا شرق البحر الأبيض المتوسط صور الأقمى الصناعية المتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم المتوسطة والعالية فوق منطقة حائلة عبارة عن حالة ضعيفة معدم استقرار جوي عملت على هطول زخات متفرقة من الأمطار في حين انتشرت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية نحدث الآن عن درجات الحرارة وخراج توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال يومين قادمين من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة في عموم المناطق درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن تقترب من شمال المملكة كتلة هوائية باردة نسبيا قادمة من منطقة بلاد الشام تعمل على انخفاض في درجات الحرارة خلال يوم الأربعاء وتواصل حركتها باتجاه الجنوب الشرقي لتصل الحدود الشمالية منطقة حائل أجزاء من شمال المدينة المنورة خلال يوم الخميس مع استمرار الأجواء الحارة في عموم المناطق الوسطى الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية لكن يوم الجمعة أيضا تواصل هذه الكتلة الهوائية الباردة حركتها باتجاه الجنوب لتصل منطقة الجسيم ثم لاحقا خلال يوم السبت تصل العاصمة الرياض وعموم المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة نتحدث لنا عن عاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذا الليلة حيث تسود أجواء غالبا صافية 25 درجة مئوية المنموسة 24 الرطوبة منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرع بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الخميس تقص حار 36 إلى 26 يوم الجمعة المزيد للارتفاع 37 إلى 23 لكن يوم السبت تبدأ مقدمة الكتلة الهوائية الباردة نسبيا تصل إلى العاصمة الرياض وتنخفض إلى 30 درجة مئوية أما الصغرى تنخفض إلى 18 درجة مئوية ليسود خلال ساعة الليل أجواء باردة نسبيا إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء اشتركوا في القناة